أصدقائي السلام عليكم، سمنا تكونوا بخير و لأخير، أمور دي لكم طيبة وفي أفضل الأحوال كيفما كتشوفوا أصدقائي حصة اليوم مجد الأصدقاء ديال الدراسات الإنجليزية English Studies حصة اليوم إن شاء الله هنشوفوا The Sound Patterns of Language يعني أنماط الصوت فهذا الحصة إن شاء الله هنتعرفوا إلى Phonology, Phoneme, Phones and Elephants كيفما كنقول دائما أصدقائي وارقوا السيلو ونقولوا بسم الله أولا أصدقائي أريد أن نتعرفوا على شنو كنقصدوا بال Phonology Phonology ما هو معنى Phonology Phonology The System and the Patterns of Speech, Sound and Language هنا أقول لكم واحد الناصحة دائما حاولوا تتعاملوا مع Terms بواحد النوع ديال إرياحية ما تصرعوش ما تخافوش من Terms كيبانوا صعاب ولا كرهم ساهلين إلا تعمقنا فيهم فقط نتصبروا إذن Phonology The System and the Patterns of Speech, Sound and Language يعني مني تنقول إحنا Phonology يعني دراسة نظام وأنماط الكلام باللغة أو لا في لغة معينة إذا مني تنقول إحنا دراسة كين واحد استادي كين نظام وكين أنماط أوكي يعني System, Patterns of Speech, Sound and Language يعني دراسة نظام وأنماط الكلام في اللغة إذن هذا التعريف ديال Phonology أوكي بالنسبة فنيم meaningful of sound if one sound is used instead of the other it's meaning change مني تنقول فنيم أصدقائي لو استخدمنا مثلا صوت بدل من آخر فإنه يتغير المعنى إذا مني تنقول إحنا الفنيم مني كنأخذه واحد أوكي الصوت وكنستخدموه بدل من صوت آخر كي يتغير المعنى إذا إحنا فهمنا أن الفنولوجي باش تكون عن الأساس هي دراسة نظام وأنماط الكلام وفهمنا أن الفنيم هو أنه لو استخدمنا واحد صوت بدل صوت آخر المعنى كيتغير وهذه يصطر عليها بالحمار باش نفهمو أكتر أصدقائي إلا أخذينا هاد two examples مثلا example number one عندنا van and fan والتاني عندنا big and pig أوكي van and fan والتاني عندنا big and pig إلا أخذينا الكلمة اللولة مثلا بالنسبة van and fan كل واحدة لها معنى يعني كل كلمة فيهم عندها معنى van عندها معنى وfan عندها معنى بالنسبة لي أنا غنأخذ for example van أتعني سيارة وfan كتعني مثلا مروحة فلو نطقنا مثلا van أوكي فان يعني الف كنطقها v بمعنى في هذه الحالة هذه المعنى كيتغير طبع أنا بالنسبة لي van كن بدله ندير fan غي تغير المعنى وإلا مثلا van بدنا الف يعني بالv غي تغير المعنى الفكرة هنا شو نبغي نوصله أنا مني كان نقوله فلنيم يعني لستخدمنا واحد صوت بدل آخر المعنى كيتغير إذن كيفما كتلاحظو إلا حيدنا الف اللي هي van سيارة وحطينا الف غتقول لي مروحة والعكس صحيح هذا هو المعنى بشكل بسيط جدا مثلا المعنى الثاني أو المثال الثاني كيفما كتشوه معي بيك بيك كيفما كان عرفو احنا بيك اوكي ادجكتف كانوا بيها كبير بيك يعني خنزير هنا لو نطقنا مثلا بي بدل بي المعنى أيضا غي تغير أيضا هاد الفكرة كنظن أصدقائي واضحة إذا هنا شنو بغينا نخلصوك خلاصة So F V B P In the previous words called for name يعني هاد الكلمات اللي شفنا أبربع مني قلنا previous words يعني الكلمات السابقة اللي هي فان فان بيك بيك هاد الحرف هادو كيتسمو فنيم أوكي فنيم هاد الانوتيس نعقلو عليها أوكي ملاحظة مهمة The فنيم is always between slashes يعني دائما كيكون ما between جوش ديال slashes يعني كتعرفوش من يه slash أوكي دوكش سريطاس إذا دائما is always between two slashes إذا كمدن أصدقائي هاد الpoint ما في حتى شي إشكال لبغادي ندوزو أصدقائي نشوفو فانز أن ألفانز بشكل باسي جدا شنو كان قصده بالفانز أن ألفانز أوكي بالنسبة لفانز different version of sound type produced in actual speech يعني متنقول إحنا فانز كان هادروا على إصدار مثلا واحد مصدار مختلف من نوع الصوت ينتج في كلام فعلي أو في النطق الفعلي باش نفهموه بشكل يعني مزيان غادي نشوفو examples باش تفهموه مزيان إذا حمليك إنا different version of sound أوكي type produced in actual speech بمعنى هاد الورد هاد اللي كتشوفو ما غاديش ننقرأه ده بأ American ولا British إحنا غادي ننطقه بواحد النوع اللي كتبدل فيه المعنى مثلا إحنا غا نقرأه ده مثلا Writer كلا يقرأ Writer أوكي Writer Writer إحنا لأخذينا مثلا هاد المعنى شنو غالقوه هنا ألقوه أن the letter T is pronounced D يعني مثلا غا نقوله Writer أوكي Writer For example إذن letter T الحرف T نطق هنا D إذن الفانز أوكي أو الفانز is always between square brackets دائما خصك تحطه أنت في تقطيع ما بين square brackets أنا كتشوف شنية square brackets يعني دق جوج ديال الشريطات اللي هما دارين كتسمى square brackets The letter T يعني هاد letter T اللي شفنا في هذا الورد هادي is called فانيم إذن هو كتسمى فانيم أوكي كتسمى وشفون is called فانيم fine and is always between slashes كيف ما شفنا في المثال اللي فات إذن الفكرة أن الفانيم هو اللي كتشوف بعينك باش تفهم زيان أوكي يعني كتشوف بعيني كتديرو between slashes ولكن بالنسبة لي مني كنهدر على الفان برافو عليك هو ذاك الساوند اللي كيخرج كيكون ما بين جوج ديال كتسمى square brackets نعود الفانيم كنشوف بعينيه وكنديرو between slashes والنطق ديال فانيم اللي كيتغير مثلا تيل دي أوكي ما كنشوفوش كيكون between square brackets غيباش تفهمو مزيان إلا خدينا دابة أصدقائي الموالية اللي هما elephants أوكي elephants if the pronunciation of the letter is changed doesn't affect the meaning this is called elephants بشكل باصي جدا إذا تغير نطق الحرف إذا كيتغير نطق الحرف في كلمة لا يؤثر في المعنى if the pronunciation of the letter is changed كيتغير أوكي إحنا كذلك نطق الحرف كيتغير في واحد الكلمة وكهنا لا يؤثر على المعنى this is called elephants ناخدو الإكزامبل هنا عندنا pan وعدنا stop أوكي عندنا pan وعدنا stop في كلمة مثلا pan هنا انطقنا بي مع هوا كنخرجو الهوا وكنسميها aspiration حيث قلنا pan أوكي pan إذا في كلمة pan كيفما كنتشوفو انطقنا بي مع واحد اللي هو تيخرج هذه كتسمى aspiration يعني خروج هوا ولكن في كلمة stop ما كينش هوا stop أوكي رغم أنه نفس الحرف بحل بحل لكن نطقناه بدون هوا وهذا كيتسمى أصدقائي هنا كنسميه non aspiration يعني بدون هوا non aspiration إلا كالهوا aspiration ما كنش الهوا كيتسمى non aspiration أوكي يعني هنا مني كنهضر على بدون هوا non aspiration هذا يسمى هنا يعني إلا اختلف اختلف مثلا نطق الحرف في الهوا أو بدون هوا ما كيتغيرش المعنى إذا شنا هو ال aspiration ال aspiration كتكون stronger proof of air يعني كيكون ال air خارج يعني aspiration كيكون دك pushment ديال الهوا والن aspiration هو opposite بمعنى العكس ديالها أوكي إلا أخذينا هاته اكزامبول أصدقائي أوكي إلا أخذينا star أو tar لما كيعرفش tar هو القطران أما star تنعرفوها إذا هنا بالنسبة لنا حرف t في كلمة tar هنا كنتقوه بشكل مع هوا إذا كنقوله tar أوكي tar إذا هناك يكون مع هوا إذا كين ال aspiration ولكن كلمة star تكون خفيفة دون هوا يعني كتسمى non aspiration إذا حرف t هنا هاد الأليفونز يعني تغير نطق لحرف t يعني لما يتغير المعنى نتمنى تكونوا فهمتوني وخاتي عيار النطق المعنى ما كيتغيرش إذا كخلاصة أصدقائي الأليفونز in thrillers يعني كنلقاوا الأليفونز في ثلاثة ديال الحرف ليهما p t and k إلا أن أصدقائي غنقون سليس هاد الحسة هادي حاولت فقط نوضح لكم هاد الشاهدة بطريقة بسيطة جدا باش تقدروا أنكم تفهموا بدون مشاكل نشوفوا إن شاء الله في عصة مقبلة بحول الله thanks for watching my friends see you next time إن شاء الله and goodbye